تقول أمي كانت جدتي مريضة بالزهايمر و زهايمر كان حادا أمي كانت تقفل عليها في الدار وحدها طوال الليل هل ما تفعله الوالدة حرام و قد توفيت جدتي رحمة الله عليها لكن أمي خائفة من الذم أختي مريم من مصر بارك الله فيك يعني الذي فهمت من سؤالك أن جدتك عندها زهايمر حاد و أن والدتك كانت تقفل عليها الباب و الآن توفيت الجدة و الأم خائفة أمك اللي ابنت جدتك خائفة تقول أخشى أني ظلمت والدتي هل يعني هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح مريضة الزهايمر ما يعرف الليل من النهار و ما يعرف التمر من الجمرة و لا يفرق بين الصح و الغلط و قد يقوم بأعمال يعني تسيء إليه و تسيء إلى عائلته فإقفال الدار البيت أو الغرفة عليها مع توفير جميع الضروريات و الحاجيات و الأدوية و القيام عليها خير القيام هذا أعتقد لمصرحة المريض و لمصرحة أهل البيت أما أن تقفل عليها الدار و تمنعها من الأكل و الشرب و أعتقد هذا غير موجود تمنعها من الأكل و الشرب و الأدوية نعم و أعتقد الوالدة ما فعلت هذا و لله الحمد الوالدة حافظت على أمها التي هي مريضة بالزهايمر الحاد و خشت أن تضر نفسها أو تضر غيرها أو أن تظهر بصورة غير جيدة تنعكس عليها و على أسرتها ما فعلته الوالدة و لله الحمد صحيح و لا شيء فيه